مهنتي الأساسية أنا ممثلة كنت مخططها شري أو الصدفة؟ أولا كان تخطيط موجود بالبال بعدين شدي فجأة يصير شي يسحب شي بعدين يصير اللي بالك تسوي على الأرض الواقعة نفذة فخطط كنت حلم فيها وصارت والله بس 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 بسج يعني ما كان عندي نهل يوم هذا بسوي إيه طبعاً إيه كنت حطى بالك وصار كنت حطى بالي إيه ما تقدر ليلى هل هذا الشيء ممكن يفتح لك باب ثاني بأن أنت تخضين مجال التمثيل بأن أنت دخلت العالمية ممكن الناس يتشوفك بيعني إن كان هوليوود أو أي مجال عالمي آخر أكيد يعني هذا رح يصير إن شاء الله يا رب يعني من الأشياء اللي بالي ودي يعني منه ما أوده صراحة يعني ما ودي تشبتي اليوم يصير عند تشتوك شو عالمي عربي كل واحد يطمح أنه يطلع بره الحدود أو النطاق المكان اللي يشتغل فيه ودي يوصل وكل الناس يسمع صوته بس أنا ودي أوصل يعني شونا شرحلج شخصيتك العربية لأن هناك معروف أنه ما عندهم حدود أي ودي منهني يعني منهني عمل أسويه كويتي صير عالمي ما ودي أكون بفيلم عالمي وشدي العكس أنا ودي منهني نطلع نروح هناك يعني بره يسمعون عنه من الكويت يعني أنا هذا أفضله جدا لأنه بتروحون بره بعدين ترجعون تبنون نفسكم من الصفر لأنه نادر جدا أن اللي بره حتى كوطن عربي مثلا مصر أو أي مكان يبونك أن أنت مثلا على نفس مستوى نجوميتك بالكويت بس بقلت شي شوفي مثلا ألادن يعني البطل أساسا هو مصري مصري إيه وطاع النجومية اللي وصل لها بس هذا تفصيل غير هذا كان كاستينج وترى سووا حق هنا بالكويت